أعود إلى ضيفي دكتور علي العلاني التعريق على الموضوع أيضا دكتور علي الهروب إلى الصحراء ولجوء داعش إلى الصحراء بالنظر إلى جغرافيا المنطقة إذا ما تحدثنا عن ليبيا هل يمكن السيطرة على التنظيم استراتيجيا عندما يهرب إلى الصحراء؟ يعني هو في الحقيقة هناك صعوبة بطبيعة الحال عندما تكون هناك صحراء كبيرة في بلد مثل ليبيا أو في بلدان غرب إفريقيا يعني المراقبة هذا التنظيم فيه نوع من الصعوبة خاصة إذا تزامن ذلك مع غياب ربما الحل السياسي في ليبيا والذي استمر لمدة طويلة ولهذا السبب حاول داعش أن ينتشر خاصة بين جنوب سرط وشرقها بعد خسارته لمعركته في سرط حاول أن ينتشر وأن يؤسس هذا الجيش الذي تحدثت عنه والذي يشمل ثلاث كتائب ولكن أعتقد أن هذه المحاولات سوف لن تطول أولا لأن داعش جزء هام من قيادته هربت إلى غرب إفريقيا وأن وجودها في ليبيا هو وجود مؤقت وهي تعرف جيدا أن الفصائل الليبية الآن في طريقها إلى إيجاد حل السياسي وبالتالي لن يكون لها مقام في هذا البلد ثانيا لأن داعش في ليبيا خسر جزء هاما جدا من قيادته قياداته خاصة من جنسيات عربية مختلفة وهذا يجعل وجوده مؤقتا في ليبيا وثالثا أعتقد أن داعش أراد أن يلعب على التناقض الموجود الآن في الحرب ضد داعش في العراق وفي سوريا ويريد أن يستغل إنشغال الدول الكبرى بتلك التغيرات في الشرق الأوسط ويحاول أن يسيطر على بعض الأماكن ولكن التقارير الآتية من ليبيا تقول أن غارات داعش في الغالب تتم ليلا وتتم بشكل مفاجئ ولم يعد داعش قادرا على الظهور مثل ما كان يظهر في السابق بشكل استعراضي وبالتالي وجوده في ليبيا هو وجود مؤقت مرتبط بمخرجات الحل السياسي ولن يطول كثيرا في ليبيا دعنا نتذكر دكتور علي ما قد هزم نتذكر بعد التجارب أو تاريخ الجماعات المتشددة بوجودها في الصحراء هربا من المدن يعني لو نستذكر بعض من التجارب وكيف فشلت إذا ما لديك معلومات عنها يعني أعتقد أن بعض التجارب أولا حركة التوحيد والجهاد ولو أنها تحاول أن تعيد تحيي نفسها القاعدة نفسها أصبحت الآن يعني تظهر عملياتها بشكل محدود جدا وبطبيعة الحال أعتقد أن الآن هناك تغيرات كبيرة في المنطقة تغيرات في بعض الدول ربما يعني تغيرات أقصد بذلك على مستوى القوانين وعلى مستوى يعني اتساع موجة الحداثة في العديد من البلدان الخليجية هذه ستضرب داعش في مشروعها الفكري لأن داعش كانت تحاول أن تستند إلى بعض أنواع من الفكر المتشدد السائد في بعض مجتمعاتنا وبالتالي لا أتصور أن هذه التجارب مثل التي حدثت مع التوحيد والجهاد حدثت مع القاعدة حتى بوكو حرام اليوم نراها تتقهقر رغم بعض العمليات لأن التحالف الدولي اليوم ضد الإرهاب أصبح تحالفا متينا وهذا بطبيعة الحال يمكن أن ينجح في وقت هام وعلى الدول العربية أن تبادر باستكمال الإصلاحات التي تقضي على داعش لا أمنيا فقط بل ستقضي عليها فكريا ويعني تقضي عليها على المستوى الاجتماعي والخطاب الديني البديل وغير ذلك شكرا لك دكتور علي العلاني الخبير في شؤول جماعة المتشد إذا كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة تونس